السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجو في برمنجهام وفي بريطانيا منع السفر فاتلغت كل الطائرات المسافرة في مطار برمنجهام الدولي ومطار هيترو الدولي ودي شيء بسيط جدا انسان يتعلم منه من قدرة الله سبحانه وتعالى فتعطيل كل وسائل الاتصالات وكل وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي احنا بنعتمد عليها اكتر من 100% ملك واحد ربنا سبحانه وتعالى يقول له اتي بالتلج فيأتي التلج فتقف كل الطرق والوسائل المواصلات آلاف وعشرات الآلاف من المسافرين منعوا من الصفر وكذلك مئات أو آلاف من الرحلات الجوية وقفت حتى ان بعض الزمايل الزملاء الان موجودين في مطار امستردام من يوم السبت مش لقين طيارة علشان ييجوا لبريطانيا نرجع مرة تانية للكلمة اليوم هي السوق المحلي والاستعمار الانساني يعني ايه الصلة ما بين السوق المحلي والاستعمار الانساني في الست سبع سنوات اللي فاتت تعلمنا من احداث الربيع العربي كتير 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 وخاصة اللي تحول بعد كده الى صراعات مسلحة وصدمات مسلحة في البلدان كلها شعوب ارادت ان تغير تغيير اجتماعي مجتمعي ايجابي لكن الحادث ما نراه اليوم ايه نتيجة الصراعات المسلحة دي اللي احنا بنتكلم فيها اكتر من 12 مليون نازح داخل سوريا واليمن وليبيا والعراق واكتر من 6 مليون لاجئ على الحدود السورية التركية الاردنية اللبنانية وكذلك من العراقيين وكذلك من اليمنين الى اخرى الى اخرى لكن الشعب السوري اللي انا هركز عليه اليوم خاصة ان الشعب السوري في بلد المهجر استطاع السوريين اللي موجودين خاصة في تركيا لان فيه هناك جزء من مساحة الحرية لنمو مؤسسات المجتمع المدني او المجتمع المدني نفسه ان يؤسس الاف من الجمعيات هناك في تركيا وقامت هذه الجمعيات بالطريقة التقليدية الاديمة بتخفيف المعاناة عن النازحين داخل سوريا وعن اللاجئين خالق في سوريا وكذلك في العراق الى اخرى في بعض المشاكل اللي وجدت المجتمع السوري الناشئ في بلاد الغربة وحذكرها سريعا وهذا ليس جلد لهم ولكنها تذكرة فاذكر في ان دي كتفع المسلمين المؤمنين او العاملين او المجتهدين الى اخرى اول حاجة قلة الخبرة والتجربة تاني حاجة التنافس صحيح بعض الاوقات كان بيكون غير صحي بينهم من اجل التدافع لانجاح الجمعية عدم تنوع مصادر التمويل اللي احنا تكلمنا عنها مع اتحاد منظمات المجتمع المدني السورية منذ اكتر من عام وما كانش حد بيسمع علينا والان بدأوا يسمعوا حينما اغلق الخليج على الكثير من هذه المؤسسات عدم اثلقة في بعض بينهم بعض في كثير من الاحيان الاهتمام بالجمعية اكتر من الاهتمام بالهدف عدم مجالس الادارات غير قادرين على استيعاب الفارق ما بين الادارة التنفيذية والادارة مجلس ادارة نفسه وتدخلوا دائما في الامور التنفيذية تسييس ومذهبية وجمعانة العمل الانساني من اليوم الاول حتى ان كل الدوائر الحكومية وغير الحكومية ترى ان هذه المؤسسات قد يكون لها اجندات سياسية او مذهبية او طائفية او او الى اخرين ضعف الكوادر البشرية وده شيء طبيعي جدا في مجتمع المهاجرين في الخارج وضعف التنفيذ التقريدي لها اتباع سياسة المانح ليه لان احنا اعتمدنا على مانح واحد سواء كانت الامم المتحدة او المانح الخليجي او المانح العربي عدم وجود رؤية محدة للعمل الانساني بعد ست سنوات او التنموي لكل هذه الكوادر السورية اللي احنا اتكلمنا عنها سواء كما في الداخل او الخارج عدم مدوح رؤية للعمل فيه ماذا بعد حينما تتوقف الحرب ونبدأ مرحلة السلام عدم الرغبة او القدرة على الاندماج دلوقتي فيه ازمة مادية طاحنة والناس افضل انها تندمج للحفاظ على زياتيتها وشخصياتها الاعتبارية ضعف مشاركة المرأة والشباب في الجمعيات وعدم تمثيل كافة الجوانب والتواقف السورية في كثير من الجمعيات دي وكل هذه الاشياء لتعني تماما ان العمل في هذه الجمعيات اثبت وجوده في كل المجالات التي عامل فيها ونحن نرفع لها من القبعة لكن في نفس الوقت لابد ان نصحح مصار مثل هذه الجمعيات اليوم حبدأ معاكو مشكلة بدأت انقشها منذ اكتر من سنتين كان فيه مؤتمر عن سوريا في الدوحة في ربيع او قبل صيف الفين وخمستاشر خناع قضية سوريا وانا قد في ثلاث مشاكل موجودة هناك فسألت ثلاث اسئلة السؤال الاول ضعف تمثيل المؤسسات السورية في هذا المؤتمر دي نمرة واحد ليه لانا ما بستطيعوش انهم ياخدوا تأشيرات دخول لاي دولة او كثير جدا من الدول العربية دي نمرة واحد تاني حاجة هل سؤال التاني كان هل لدينا رؤية الى ماذا بعد عملية الحرب والنزاعات المسلحة وبناء السلام هل احنا عندنا رؤية لماذا بعد لبناء السلام وهل لدينا رؤية استراتيجية ايضا في وجود احتياطي استراتيجي نبدأ به هذه العملية وايه هو العمل التنموي الواجب ان احنا نقوم به والا الان لم يصلني اي رد من كثير من الجمعيات التي كنت بناقش معهم هذه الاشياء منذ اكتر من عامين ده كان في صيف 2015 في ديسمبر 2015 كنا بننهي ورش العمل اللي احنا نظمناها من اجل المشاركة في المؤتمر القمة الانساني لعقدة في اسطنبول في مايو 2016 وكان اخر ورشة في اسطنبول في يوم خمسة وستة ديسمبر 2015 وكانت جزئين الجزء الاول كان عن القضية السورية وهو قضية التعليم بالذات والجزء التأنيه كان عادة ماذا بعد المؤتمر القمة الانسان انا هركز على القضية التعليم في القضية السورية نظرنا في الوقت الموضوع التعليم في القضية السورية وقلنا في ورقة كتبنا في ورقة عن من المدرسة للسوق السوق يعني من التعليم الى الاقتصاد لماذا؟ لان احنا لقينا مش احنا لوحدنا لان احنا لقينا كتير جدا من مؤسسات تعليم اللي هتتعمل ولا تنصق منها بين بعضها البعض الامر التالي كان مستشكل في التعليم هو كثرة المناهج التعليمية المفروضة على كل مدرسة وعلى كل مؤسسة وعلى كل من هؤلاء الناس بصفة المانح سواء كان المانح ده غربي ولو فكر وسياسة وثقافة ومنهجية معينة ام شرقي ولو فكر وسياسة وثقافة ومنهجية معينة كثرة المناهج فتلاقد فيه كذا مخيم كل مجموعة من المدارس لها منهج مختلف الامر التالي هو تقليدية العمل التعليمي اللي كان بيجعلنا ننظر ان احنا في دول مستقرة فيكون برنامج التعليم يمشي لمدة ابتدائي واعدادي وسنوي الى اخرى الى اخرى ونحن في المجتمعات المتحركة ومجتمعات نازحة ومجتمعات الكوادر المادية فيها والكوادر البشرية فيها قليلة جدا فرض ثقافة المانح على سياسة تشغيل منهج كل جمعية عدم قدرة الجمعيات على استيعاب الاعداد الهائلة من ابناء النازحين للاجئيل تصرب العديد من الاطفال من المدارس عشان يساعدوا الاسر بتاعتهم ذكرنا احنا كتير في اكتر من مرة ان هؤلاء الاطفال اللي في سنة 10-11-12-15 سنة بيخرجوا في الخارج ليعملوا اعمال يدوية او ليستجدوا من اجل الحفاظ على كرامة الاسر التي ينتسبون اليها انقطاع العيد من الاطفال عند دراسة لمدة طويلة اللي هم ما بنشغلوش وبعدين انشغال او زج الاطفال اللي عمل في اعمال غير شريفة فكانت فكرتنا في هذا المجال ان احنا نبدأ من المدرسة للسوء بمعنى او من التعليم الاقتصاد بمعنى ان يصبح التعليم في المجتمعات وفق حاجة المجتمع ليس وفق حاجة المانح ليس وفق حاجة الجمعية ليس وفق رؤية الجمعية وفق حاجة المجتمع الذي يريد ان يعيش او ناس تنعيب في هذه المجتمعات هم يعيشوا بالكفاف وعلى الكفاف لكي ينتقل من مرحلة اللي هم عايشين فيها المرحلة الاستقلال المجتمع تعليم الأطفال ما يصلح لكي يصبحوا أيادة عاملة قادرة على الكسب ومساعدة ذويهم بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية خاصة والمتسربين من التعليم ومما انتعدوا هذه المرحلة العمرية لكي لا تتخطفهم التنظيمات المشبوهة والمنظمات الغير الشريفة يعني هؤلاء تعليم كان نحن نتكلم عنه أن يكون فقط من ثلاثة شهر لستة شهر عشان يخرج هذا الطفل اللي هو أنهى المرحلة الابتدائية إلى أن يستمر في العمل المهني اللي هو العمل البسيط اللي يستطيع أن يقوم به قبل هذا قلنا فيه ثلاث مفارقات أساسية من حق الشعب السوري أو من حق اللاجئ أو من حق النازح أنه يحصل عليها نمرة واحد التكامل بين العمل الإغاثي والتمول من أول يوم يعني أنا بقول وبأكرر والمحاضرة دي قيلت في اتحاد المنظمات المؤسسات المجتمع المدني السورية في 2014 في خريف 2014 عن أنه من اليوم الأول لحدوث الزنزاعات المصلحة أن تنقسم ميزانية العمل الإنساني إلى جزءين الجزء الأكبر للعمل الإغاثي التقليدي لهم من 75% لـ 80% لهم عمل الإغاثي اللي كل الناس تعرف تقوله أكل شرب نايم تلبس إلى آخر والجزء الآخر لهم من 25% إلى 30% تبقى إغاثة غير تقليدية للي بناء المجتمع الكوادر البشرية بناء الكوادر البشرية إقامة المشاريع التنموية في الأماكن التي ليس بها صراعات أو نزاعات عمل إحتلالة استراتيجي لنبعض الحلول وإحلال السلام ده مفروض الجمعيات تفهم تفهم أننا سائمنا سائمنا من العمل التقليدي الإغاثي اللي هو أكل شرب نايم سألبس اللي هو صرف عليه عشرات اللي لم يكن مئات المليارات من الدولارات ده حق من حق الشعوب النازحة الحق الثاني من حق اللاجئ ده نسا مجحش هنأتكلم في سوق لسه حق اللاجئ والنازح في ماذا في العمل والحصول على دخل في أماكن نزوح اللجوه أنا مش عايز اللاجئ يستجدي ويعتمد على العطاء الجمعية أو عطاء المانح فيصبح بعد خمس سنين أو ست سنين أو سبع سنين هو مستجدي وفقد القدرة على العمل فقد القدرة على الإنتاج فقد القدرة على المهنية فقد القدرة على الإبداع وفقد القدرة على التطوير وطور مجتمعه فاحنا بنحول المجتمع كان يكسب وعنده الحرف والقدرات البشرية إلى مجتمع مستجدي وهذا ما دخلنا فيه فيما يسمونه المشاكل المشاكل الطريقة المستدامة الصومال صرف عليها ما لا يقل عن خمسين مليار دولار والمجتمع الدولي لم 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 يراعي أن يصرف جزء من هذه الخمسين مليار دولار على عمل تأهيل تنموي لكي تبنى الصومال في خلال 20-25 سنة الماضية ده الحق الأول حق النازح واللاجئ في العمل سواء كان داخل وطنه أو كان في مكان اللجوء وهنا إذا كنت أتكلم معنا المجتمع السوري اللي هو سواء كان في الأردن أو في لبنان أو في تركيا من حق اللاجئ في هذه البلدان أن يعمل وهذا مطلب نابد أن نطالب بمؤسسات الأمم نمنا اتنين حق المؤلاجئ في أن يحافظ على ثقافته ومنهجه التعليمي ولغته وقيمه ودينه وعاقدته هذا ليس ملكا للأمم المتحدة وليس ملكا للمجتمع المضيف وليس ملكا للمؤسسة المانحة يبقى حق الحصول على عمل حق التعليم حق الثقافة حق المنهجية حق اللغة حق القيم والدين إلى آخره هذه أشياء تعتبر حقوق من حقوق الإنسان نفسه لا يفرض عليه وهو ضعيف نازح أو لاجئ خارج وطنه فأن تفرض عليه ثقافات وقيم وعادات وتقاليد أخرى ومنهج تعليمية أخرى ده حق اللاجئ والنازح إلى آخره الأمر الثالث قبل أن نخش في السوق هو اعتماد مبدأ التعليم الحرفي المهني المواهبي يعني أنا بنقول إيه أو إحنا بنقول إيه مع بعض بنقول إن إحنا حنعلم التعليم الأولي لغاية المدرسة الابتدائية ما ينتهوا منها فيصبح الطفل عنده 11 أو 12 سنة ومن بعد ذلك هياخد دورة أو هنكتشف قدراته سواء كان عنده موهبة لنميها يكون تعليم غير تقليدي لتنمية الموهبة دي فقط أو تعليم حرفي لكي يصبح هو هذا الطفل الصغير اللي عنده 12 أو 13 أو 14 سنة أو ما كان أكبر من ذلك إنه هو يصبح معيلا 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 لأسرته كما نرى الآن السؤال الأخير بقى اللي هو اسم الكلمة اللي بتاعت اليوم لماذا السوق ولا يسلم مدرسة أو مركز الديني أو مركز الاجتماعي ليه السوق يعني إحنا تكلمنا في السوق حول أسباب كثيرة لابد إحنا نعرفها ونشوف كيف تتورط لأنه هو المشروع الأقل تكلفة في الوقت اللي إحنا فيه شديد الحاجة للحصول على الدعم دي نمرة واحد هو المشروع القادر على استيعاب كاف في التاقات المجتمع من كان عنده حرفة من كان في بيته من كانت في بيتها من استطاع أن ينتج فليدها بلا السوق ليبيعه هو المشروع القادر على استيعاب كل الثقافات في المجتمع كل الثقافات في داخل المجتمع السوري اللي فيه مسلمين وغير مسلمين اللي فيه سنة وشيعة وفيه غير سنة وشيعة اللي فيه ثقافات كتيرة جدا مختلفة ولغات داخلية مختلفة فالسوق بيستوعب كل الثقافات والقيم والعقائد والطاقات دون تميز أو تميز أو سرعة النملة ثلاثة اللي هو المشروع القادر اللي بيتور نفسه بنفسه مش محتاج أنك تدخ فيه مشلوس لأن كل عضو في المجتمع سواء كان في مجتمع النزوح أو اللجوء قادر على أن ينتج حسب احتياجات المجتمع سواء كانت امرأة أو فتاة أو شاب أو إلى آخر هو المشروع القادر على بناء منظومة المجتمع المستقلة عن الدعم الخارجي إذا قويت الأسواق استطعنا أن نفرد ثقافتنا وقيامنا على المانح الخارجي هو المشروع القادر على معرفة كافة كفاءات المجتمع البشرية ومهارتهم هو المشروع القادر على اكتشاف القيادات المجتمعية قيادات المجتمعية من أطيافها المختلفة هو المشروع القادر على معرفة مكان من الخطر تأتي كبعض الأفكار من هذه الجهة أو من تلقى الجهة أو من هذه الجهة أو من هذه الجهة فتعرف مصادر الخطر وأين يكمن الخطر هو المشروع القادر الأول والباني لإقتصاد الدولة تبنى الدولة من السوق وتبنى الدولة بالاقتصاد ويبنى المسجد والمدرسة والمركز الصحي والطرق والكباري بالاقتصاد وبالاقتصاد المحلي بالدرجة الأولى هو المشروع الأول بين اقتصاد الدولة وتحويل هذه المهن والحرف إلى أسواق محلة تجارية شركات عبر القارات صناعات متعددة مصانع ومدارس وجامعات ومركز أبحاث قادرة على تطوير هذه الصناعات والحرف والشركات هو أيضا المشروع الذي ينتقل بالمجتمع في مراحل النمو المختلفة رأسيا وأفوقيا لإستعاب كافة احتياجات المجتمع هو المشروع القادر أيضا نكرر مرة أخرى على اكتشاف الثقافات المجتمعية المختلفة بقيامها وعادتها وتقاليتها المختلفة هو المشروع القادر على الحفاظ على الهوية الهوية تستطيع أن تحافظ عليها إذا كنت قادر على الكسب إذا كنت قادر على صناعة منتجاتك إذا كنت قادر على زراعة غذائك إذا كنت قادر على بناء بيتك وتوفير كل هذه الأشياء من الأسواق المحلية يبقى هو المشروع القادر على الحفاظ على الهوية المجتمعية التي تحاول دائما ما تغيرها الدول والمؤسسات المنحة وفق معايير ثقافتها الغربية والشرقية هو أيضا المشروع الذي استطاع تطوير نفسه إلى أن يسمح إيه بقى أسواق مالية مدربات بورسات وأن يغير ثقافة تبادلات التجارية من نظم المقايدة بالسلع إلى إنتاج العملات فانتقمنا من المقايدة إلى تبادل العملات للذهب والفدة وكذا وكذا إلى العملات المعدنية إلى العملات الورقية إلى الأرقام الحسابية البنكية إلى ناء الآن اللي هي العملات الإلكترونية واللي هي تعتبر لكم جميعا هي أكبر خطر على أي اقتصاد في العالم لأن يتحول كل دخلك وكل مالك وكل الدخلاتك إلى رقم إلكتروني تستطيع أن تضربه أي عطل إلكتروني على مستوى العالم فتضيع كل مقدراتك فنصيحتي التي تتعاملوا بالعملات الإلكترونية هذه اللي يسمونها بيتكوين وتعملوا إن أردتوا أن تبنوا اقتصادا تعملوا بما تستطيعون أن تتلمسوه في بناء الاقتصاد اللي هي الأراضي المياه العقارات الأصول المعادن النفيسة إلى آخره إلى آخره إلى آخره هو المشروع على قدع تصول تكنولوجيا المعلومات لأن في السوق بتتجمع كل المعلومات كل المعلومات زي ما الوحب بيروح عند المزين اللي هو بيقص الشعر أو عند الخيات اللي بيقص الهدوم لنا وبيعمل لنا هدوم فتلاقي هو عنده أخبار كل الحارة وأخبار كل الشارع سواء كان من النساء أو من الشاب اللي هو عدو يفضفضوا مع الخيات ومع الحلاء نفسه لذلك فالسوق هو مكان لجمع كل هذه المعلومات ثم تبويب وتقنين هذه المعلومات ثم تحويل هذه المجتمع المعلومات إلى تكنولوجيا المعلومات ثم بعد كده التكنولوجيات الأخرى ومن أقوى التكنولوجيات اللي تكلم عنها إذا كنا نحن فاكرين المؤتمر الصحفي اللي قاله رئيس وزراء دولة إسرائيل منذ أسبوع تقريبا أن هم بيتتلكوا أو بيتحكموا في أقوى شركات أو صناعة التكنولوجيا في العالم يبقى التكنولوجيا هنا تبدأ من السوق بالمعلومة اللي بتتحول بعد كده إلى صناعة مجتمعية يبقى ده أهم شيء نعمله أنه نبني السوق بعد ما عملية السلام تقف أو تتبدأ في استكمال أدراكها أو في المناطق اللي احنا ما بنشتغلش فيها لأنه أقل تكلفة زي ما أنا قلت أبل كده اللي أنا كلامت عن الاستعمار الإنساني يعني إيه استعمار الإنسان لهمينتيني إمبريليزم معناها بالنسبة شخصي أنا هو فرض الثقافة وعقيدة وقيم وأخلاقيات المنح القوي على المجتمعات الفقيرة التي توجه أزمات صعبة أثناء تاريخ بناء حياتها المجتمعية الفرض ولا إكراه في الدين ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم كتابي أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا ما فيش إكراه ولا إكراه في الدين أيضا فلذلك الاستعمار الإنساني مش معناه أن أنا بقول أنه من دين لدين لا حتى من أبناء نفس الدين إنه واحد أنه بيفرض عليك ثقافة فلسفة مذهبه العقيدة وهذا خطأ ها فالاستعمار الإنساني هو الذي يفرضه المانح على المانح القوي على المستقبل الضعيف أنا حطيدي أرفض أتكلم عن كلمة مستفيد لأن الفقير والنازح واللاجئ الليسوا مستفيدين هم أصحاب المال الحقيقيين يبقى هو فرض الثقاف فيأتي دعم هذه المؤسسات والدول الغنية القوية لهذه المجتمعات الفقيرة الضعيفة بشروط بشروط ورأيناها فكان هذا مانح مسلم أو خان مانح غير مسلم هذا مانح عربي أو غير عربي هذا مانح خليجي أو غير خليجي إلى آخره فلا تفرض علي ثقافتك ولا تفرض علي قيمك ولا تفرض علي كل هذه الأشياء بل أعطيني ما أحتاجه لأقيم مجتمعي ومن حق عليك أيها المانح أن تعاونني لكي تمكنني من بناء مجتمعي ليس لكي أصبح فيما بعد عالة عليك إلى الأبد إيه بقى معنى الاستعمار الإنساني في جومل كده نكتبها بسرعة معنى الفوقية وليس التكافؤ يعني أنا أنا بديك وإنت بتستجدي مني معنى التكليف بقى أكلفك ولا أشاركك في القرار معنى بتحكم فيك ولا أمكنك معنى الاعتماد وليس البناء يبقى نقولها تاني مرة تانية الفوقية من المانح وليس التكافؤ مع أبناء المجتمعات الفقيرة معنى التكليف من المانح وليس المشاركة مع أبناء المجتمعات الفقيرة معنى التحكم من المانح وليس تمكين أبناء المجتمعات الفقيرة معنى الاعتماد أنا أجعلك معتمدة علي دائما وليس بناءك أو بناء مجتمعك البناء القوي المتين معنى التبعية تكون تابع لها دائما وليس الاستقلالية إن أنا أوجد منك تابعا لي أكون أنا السيد وأنت المسود معناها الاستغلال استغل قدراتك وإمكانياتك وليس الاستثمار فيك فالك كبير جدا من الاستغلال والاستثمار معناها أننا عندي أجندة مغلفة مبهمة غير معلنة وميجب عنديش شفافية لا أعلن عليك ما أريد أن أصنعه في مجتمعك معناها الجهل إن أنا أصلا كمانح جاهل بثقافة وقيم وأخلاقيات وتنوعات الثقافية لمجتمعك وليس عندي المعرفة أنا بقول لك لو أنا جاهل بشيء أنا أعلمك لأن الأصل في الموضوع التشارك ما بين المجتمع المحلي وما بين المانحين معناها أنا الاستفادة وليس الإفادة أنا أستفيد منك ولا أفيدك معناها المرحلية أنا جاي لفترة معينة أخلص فيها وليس همي الاستدامة المجتمعية لك معناها الإعلام إن أنا أعلم الناس إن أنا أغيثك وأعينك وليس العلام أعلمك ما عندي من تكنولوجيا مرة أخرى أقول لها مرة تانية عشان نجوف بعض أبعاد الاستعمار الإنساني اللي احنا بنقع فيه كلنا الفوقية وليس التكافؤ وليس المشاركة التحكم وليس التمكين الاعتماد وليس البناء التبعية وليس الاستقلالية الاستغلال وليس الاستثمار الأجندات الغير معلنة وليس الشفافية والجهل وليس المعرفة الاستفادة وليس الإفادة المرحلية الوقتية وليس الاستدامة المجتمعية الإعلام وليس العلام كل هذا نتحدث عنه في ماذا بعد في موضوع ماذا بعد إذا حل السلام إن شاء الله الحمد لله بدأت بوادر السلام تحل في العراق بعد أن شاهدنا منذ أيام إن بدأ الشعب يحتفل بالانتهاء من الحرب على بعض هذه الجماعات المشبوعة التي هناك وإن شاء الله سيحل السلام على الشعب السوري سواء كان مع النازحين في الداخل لابد أن يكون لنا رؤية ومع اللاجئين في الخارج لابد أن يكون لنا رؤية ولابد أن نتنازل أن نتنازل أن نتنازل أن نتنازل أن نتنازل عن جزء كبير من شخصياتنا الاعتبارية وده كان أحد الأشياء الصعبة إن كتير جدا من الجماعات الصغيرة السورية صعبة عليها أنها تتنازل على أن أنا ليست هي فقط كتير جدا من الجماعيات حتى الجماعات الكبرى التي نشأت في الغرب حتى الجماعات الكبرى الإسلامية وغير الإسلامية اللي تشعر من أن حيثيتها وذاتيتها هي أصل الهدف من إقامتها وليس المجتمع الذي من أجله قيمة أو أسست أو بدأت هذه الجمعية في العمل يبقى السوق نبدأ به التعليم المهني البسيط التكلفة استعاب كافة الأطياف في مؤسستنا في مجتمعاتنا والثقافات لن تستطيع ولن يستطيع أي فصيل أن يبني مجتمع واحدة والإيد الوحدة والأمر الأخير أننا لابد أن نتعلم كيف نتصالح مع الأعداء أو مع من نعتقد أنهم أعداء تعلمنا هذا من فقه الرسول العسلم في صلح الحديبية وتعلمنا هذا أيضا من فقه نيلسون منديلا في المصالحة الوطنية والحقيقية وتعلمنا هذا من فقه الرئيس علي عزة بيجوفيتش رحمة الله عليه وتعلمنا هذا أيضا من الناس في بروندي ورواندا بعد المطبحة اللي مات فيها مليون تسعمائة أكثر من تسعمائة ألف أقل من سنة وتعلمنا هذا من كل هذه الأشياء فلابد لا بد علينا أن نعلم كيف نجلس لنتحاور ونتشاور مع من كنا نتقاتل معهم بالأمس القرار ليس بأيدينا ولكننا لابد علينا أن نصح مصار القرار الذي سيفض علينا أثناء عملية السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأراكم فيما بعد غدا أو بعد غد في الحلقة الإنجليزي النفس المجان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا